قتل موظف أممي في مدينة التربة بمحافظة تعز وأصيب أربعة آخرون عقب إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين وقال مصدر أمني لمراسل المهرية إن الموظف الأممي يعمل رئيسا لفريق برنامج الغذاء العالمي في تعز وهو أردني الجنسية وقتل بجوار أحد مطاعم مدينة التربة وأضح المصدر أن من بين المصابين ضباط من الساحل الغربي مؤكدا أن شرطة تعز أطلقت حملة أمية إلى مدينة التربة للقبض على منفذي جريمة القاتل عقب تحديد الشرطة لهويات عدد منهم وجه رئيس مجلس القيادة رشاد العالمي بملاحقة منفذي جريمة قتل الموظف الأممي في مدينة التربة بتعز وطلع العالمي على المعلومات الأولية للحادثة في اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان وفقا لوكالة سبع الحكومية وقدم رئيس مجلس القيادة تعزي العائلة الموظف الأممي مؤكدا التزامه أو التزام الدولة بضمان كفة الإجراءات لإنفاذ العدلة ترجمة نانسي قنقر